بعدما واجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية على مدى عام تتصاعد المخاوف من ازدياد الأمور سوءا بعد تقديم مشروع موازنة لعام 2021 تركز على التقشف ما قد يعرض العراقيين لضغوطات أكبر العام المقبل وتقول وكالة فرانس بريس إن مسؤولين عملوا على إعداد مشروع القانون قالوا إن هدفهم هو الصمود بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط ومن المتوقع أن تنهي الحكومة هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% وارتفاع معدل الفقر إلى 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة مجموعة من الإجراءات مدرجة في مسودة موازنة 2021 تريد الحكومة من خلالها إيجاد حلول للأزمة من بينها تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار الأمريكي إلى 1450 دينارا بهدف تخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام الذي يضم نحو أربعة ملايين موظف بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه في مرحلة تشهد ركودا في الاقتصاد على مستوى العالم فإن خفض قيمة العملة قد يضر أكثر مما ينفع وسيقع الضرر الأكبر على كاهد الفقراء من خلال تقليص قوتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار ومع ذلك ألمح مسؤولون إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي وحتى ذلك الحين سيتم أيضا تقليص رواتب موظفية القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة كما تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء التي تعاني أصلا من ترد الخدمة وانقطاع لمعظم ساعات اليوم إجراءات تريد الحكومة من خلالها أن تغطي على سنوات الفساد وسوء الإدارة التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه اليوم دون المساس بمصالح الطبقة الفاسدة التي تربحت وتغولت من ثروات البلد وعلى حساب عامة شعبه